كانت معه عائشة أم المؤمنين زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة كذاب خبيث وأنا أتحدى هذا وكل من معه بيننا وبينكم كتب التاريخ بيننا وبينكم مراجع الأمة والله ثم بالله ثمة الله لن تجدوا حرفا واحدا يؤيد أن معاوية كان يقاتل عليا على الكرسي أبدا لن تجدوا قال ابن تيمية وسيرة معاوية من خير سير الولاة كان الناس يحبوه ويحترموه ما وجد واحد من المعتبرين يسب معاوية ولا يهجوه بقصيرة وحدك أبدا من خير سير الولاة لا نرضى سبا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما تعلمنا هذا ما نشأنا عليه نحترم كل الصحابة الذين كانوا مع علي والذين كانوا مع معاوية كما احترمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ما رأيت أحدا أسود من معاوية في السودد والقوة وعظمة السلطان والشراسة على الأعداء قال ما رأيت أسود من معاوية قالوا له يا عبد الله ابن عمر ولا أبو بكر ولا عمر قال كان أبو بكر وعمر أفضل منه ولكنه كان أسود منهم معاوية رضي الله عنه صحابي جليل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالوا المؤمنين وإن رغم أنف الكبيسي وأنف الشيعة الرافض جميعا معاوية خالوا المؤمنين يقول في مقطع بعنوان حقيقة الكلب معاوية بن أبي سفيان بلسان الكبيسي معاوية بن أبي سفيان كلب الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أعظم ملوك الإسلام وبأنه يركب سبج البحر ويرفع راية الإسلام وأول أسطول في الإسلام خرج لفتح بلاد ما وراء النهر وركب البحر الأخضر كان بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الحمد لله لا يحصى له عدد ولا تحيط به الأقلام والمدد الحمد لله منه العون والرشد ما بعد حمد الله إني أشهد ألا إله مستحقا يُعبد إلا الإله الواحد الفرض الصمد من جل عن زوج وند وولد ثم الصلاة والسلام ما حكت حمائم حمائما إذا بكت على خير مرسل وآله وصحبه وتابعي من واله يا رب صل على النبي محمد ما غردت في الأيك ساجعة الربا يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا يا رب صل على النبي وصحبه ما قال ذو كرم لضيف مرحبا صل على من تدخلون بهديه دار الكرامة تبلغون المطلبا صل على من ضللته غمامة والجذع حن له وناصرة الصبا يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صل عليه وسلم صلى وسلم ذو الجلال عليهما لبى ملب أو تحلل محرم وعلى قرابته المقرر فضلهم وعلى صحابته الذين هموا ضاءوا حموا زانوا هدوا شادوا بنوا فهموا على الست الجهات الأنجم وعلى التابعين لهم بإحسان فهم نقلوا لما حفظوه منهم عنهم أما بعد عباد الله بدأت بهذه الأبيات التي قالها كائلها مُمَجِّدًا ومُصَلِّيًا ومُعظِّمًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان وقصدت بهذه البداية أو البداءة أن أمهِّد إلى ما يجب على كل مسلم عرف الله ورسوله وعظَّم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجب على كل مسلم أن يحب الصحابة رضي الله عنهم وأن يعظِّمهم وأن يعرف لهم قدرهم وأن يوليهم حق الإحترام وأكبر وأعظم التبجيل والتقدير فهم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه كما قال ابن مسعود ولإقامة دينه فاحفظوا لهم قدرهم واتبعوهم على هديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم قال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد صحابي المد مليت يديك الاثنين مع بعض ولا نصيفه مليت اليد الوحدة ينفق صحابي أفضل مما تنفق أنت مثل أحد ذهب سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وحتى الذين جاءوا من بعد السابقين الأولين لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والحسنى الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم فوقنا مهما علت أكعابنا قال الشافعي فيما نقل ابن تيمية في منهاج السنة قال هم فوقنا في كل علم وعقل وكل دين وفضل ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا الصحابة رضي الله عنهم بدلوا الأنفس في سبيل الله والدماء الزاكية والأموال الوفيرة ناموا على التراب يفترشون الأرض ويلتحفون السماء أو يلتحفون الأرض وفوقهم السماء لرفعة هذا الدين ولنصرة الإسلام رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحظه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ولذلك من كتب الله عليهم الشقاء في الدنيا والسوء يوم القيامة هم الذين يقعون في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ولذلك نال ما نال من الشقاء والعذاب من تعرضوا لأصحاب النبي من الرافضة كبحهم الله تبارك وتعالى وما من أحد منهم تعرض لأحد من الصحابة بشيء إلا وناله من الله ما ناله حتى ذكر عن محمد بن أبي بكر وهو على الصحيح من التابعين ليس من الصحابة لما كان أيام الجمل معركة الجمل تعرض لأم المؤمنين عائشة بكلمات ولعله مد يده عليها وهي أخته فقالت حرَّق الله هذه ليد بالنار فقال يا أختاه في الدنيا لا في الآخرة لأنه يعلم أن من تعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ناله فاستجاب الله دعاءها واستجاب الله دعاءه أيضاً فحرقت يده بالنار في مصر وربنا استجاب دعاءه بقت في الدنيا بس لأن عذاب الدنيا أهواً من عذاب الآخرة وعليه بعد هذه المقدمة في بلادنا وللأسف الشديد تستضيف البلاد رجل من دبي هذا الرجل يحمل وجهًا جديدًا من أوجه الشيعة الرافض الخبثاء ووافتنا بهذا الخبر وسائل الإعلام البارحة أن الرجل في زيارة للبلاد يسمى أحمد الكبيسي في زيارة للسودان هيد علماء السودان بالتنسيق أو بالتعاون مع معحد كبار اللقادة للتدريب والتطوير دبي الموسم الثقافي الدعوي الأول تحت شعار نحو وطنٍ آمن ومجتمعٍ متضامن برنامج زيارة الشيخ أحمد الكبيسي الذي يتضمن عددًا من المحاضرات والزيارات واللقاءات العلمية تشمل المساجد والجامعات والقنوات الفضائية والإذاعية يستهل الشيخ برنامجه بصلاة الجمعة بمسجد الشهيد بالمقرن يبدأ من مسجد الشهيد ويطوف على الجامعات وتفتح له القنوات والإذاعات ويطوف على الجامعات ويكفر الصحابة الذين مع معاوية بن أبي سفيان ويعتقد أن كلما أصاب الأمة الإسلامية بسبب معاوية بن أبي سفيان عيازًا بالله من الكلمات التي سجلتها من صوته والآن لما تخرج من الجمعة تابع على اليوتيوب تجد كلامه موثقًا بالصورة والصوت من قناة دبي الفضائية يقول معاوية وغيره ارتدوا عن الإسلام يقول كل ما نعانيه بسبب معاوية يقول والله العظيم مصيبة هذه الأمة من معاوية يقول معاوية أمر بلعن علي على المنبر مئة وعشرين سنة وبالإجماع من يسب أهل البيت كافر يقول في مقطع بعنوان حقيقة الكلب معاوية بن أبي سفيان بلسان الكبيسي معاوية بن أبي سفيان كلب الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أعظم ملوك الإسلام وبأنه يركب سبج البحر ويرفع راية الإسلام وأول أسطول في الإسلام خرج لفتح بلاد ما وراء النهر وركب البحر الأخضر كان بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش يغزو بالبحر مغفور له في مسند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام اللهم لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به وادخله الجنة في المسند أيضا قال عليه الصلاة والسلام اللهم علمه الحساب علمه الكتاب والحساب وقه العذاب معاوية رضي الله عنه صحابي جليل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خال المؤمنين وإن رغم أنف الكبيسي وأنف الشيع الرافض جميعا معاوية خال المؤمنين أخته حمنة بنت أبي سفيان أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين أبوه أبو سفيان بن حرب كان من أعظم قادة الإسلام ومن أشرس فرسان المسلمين رضي الله عنه وأرضاه معاوية كما قال أحمد بن حنبل السيد الحليم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما رأيت أحدا أسود من معاوية في السودة والقوة وعظمة السلطان والشراسة على الأعداء قال ما رأيت أسود من معاوية قالوا له يا عبد الله بن عمر ولا أبو بكر ولا عمر قال كان أبو بكر وعمر أفضل منه ولكنه كان أسود منهم ملك من ملوك الإسلام أعظم ملوك الإسلام يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى أمي حرام بنت ملحان الأنصارية زوجة عبادة بن الصامق أخت أمي سليم خالة أنس بن مالك وهي خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كان يأتي عندها في قباء لما ينزل في قباء بقيل عندها وينام عندها القيلولة يوم من الأيام نام النبي صلى الله عليه وسلم القيلولة فاستيقظ وقد رأى رؤية وهو فرح جذلان قالت أم حرام ما لي أراك تضحك يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام رأيته ورؤي الأنبياء وحي وحق قال رأيت في المنام ناسا من أمتي يركبون ثبج البحر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيستبشر بالفتوحات الإسلامية والجيش الإسلامي يركب على السفن وأساطيل البحر ويغزو الكفار قال رأيت ناسا من أمتي يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة ومحرام رضي الله عنها قالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم بس الجيش ده قلت لأدعو الله يجعلني مع الجيش ده بس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت من الأولين دعا لي مر الزمن في سنة 27 هجرية في عهد عثمان ابن عفان خرج الجيش بقيادة معاوي ابن أبي سفيان يغزو وركب البحر الأخضر ومعهم أم حرام ومعها زوجها عبادة ابن الصامت وتوفيت أم حرام في تلك الغزوة شهيدة وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهبي فظهرت نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية كاتب الوحي ده يقول كافر معاوية كافر أي دين يؤمن به هذا الرجل لم يدخل فيه معاوية أي دين يؤمن به هذا ومن أتى به ولم يدخل فيه من كانوا مع معاوية كان معه الزبير بن العوام الفهري ابن عمة رسول الله صفية بنت عبد المطلب من العشر المبشرين بالجنة حواري رسول الله كان معه طلحة ابن عبيد الله التيمي رفيق رسول الله في الجنة عشر المبشرين بالجنة كانت معه عائشة أم المؤمنين زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة كفر هؤلاء خرجوا من الإسلام أي إسلام يؤمن به هذا لم تدخل فيه عائشة ولا طلحة ولا الزبير أي إسلام هذا الذي خرج منه معاوية ودخل فيه هذا الكبيسي هذا الرجل ينشر وجها جديدا من أوجه الشيعة الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم في القناة اتصل عليهم اتصل وذكر ليه من فضائل الصحابة ومن إيمانهم قال له علي بيجاي معاوية ده كلامه كده فهمه يا تبقى معا علي يا تبقى معا معاوية قال له أنا أسأل الله يحشرني معا علي وأسأل الله يحشرك أنت معا معاوية يخواننا زيدة كثير قاعد لو فتحت الغنوات الشيعية الرافضية الإيرانية كثير زيدة أنا المزعلني إنه ذا بيستضيف في بلدنا بلادنا طاهرة من أمثال هؤلاء ما عندنا من يصرح بسبب الصحابة وإن كان في شيعة موجودين لكن ما يقدر يصرح بسبب الصحابة لأننا نشأنا في سوداننا هذا على فطرتنا الإسلامية البسيطة على الدين الذي تعلمناه من أمهاتنا ومن آبائنا على ديننا السوداني لا نرضى سباً في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما تعلمنا هذا ما نشأنا عليه نحترم كل الصحابة الذين كانوا مع علي والذين كانوا مع معاوية كما احترمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهد لهم الله جل وعلا بالإيمان وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من شنو من المؤمنين ما قال كفر النبي عليه الصلاة والسلام السلو سألنا أي واحد شيعي قلنا لو أذكر لنا فضيلة وحدة فضيلة وحدة للحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل أذكر لنا فضيلة قل لك نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد صحيح كمل الحديث صيد وسيصلح الله به بين طائفتين من منه من المؤمنين من المؤمنين بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق شوف التعبير النبوي جميل كيف أثبت للطائفتين حق علي معه حق رضي الله عنه ومعاوية معه حق رضي الله عنه وعن من معه ولكن علي أولى بالحق أقرب إلى الحق أو أولى بالحق تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ده الأدب كده ده التعبير الجميل لكن واحد يجي يمسك في الإعلام يتصل علىه ده والمزيع متواطئ معاه بتعنا الغناء معاه ويقعد يسب معاه يقال اغتصب الحكم من عليه وقاتلهم على الرئاسة وقال دايرلو كرسي شق الأمة قال في كرسي كذاب خبيث وأنا أتحدى هذا وكل من معه بيننا وبينكم كتب التاريخ بيننا وبينكم مراجع الأمة والله ثم بالله ثمة الله لن تجدوا حرفا واحدا يؤيد أن معاوية كان يقاتل علي على الكرسي أبدا لن تجدوا إنما كان معاوية يطالب بالسأر من قتلة عثمان شماتت خدع بالرواية التاريخية والكذب الموجود في التاريخ الذي دسه الشيعة معاوية ما كان يطالب بكرسي ولا بسلطة ولا بإمارة ولا بإمامة إنما كان يطالب بالسأر من قتلة عثمان لأن عثمان من بني أمية ومعاوية من بني أمية وهو ابن عمه ده كل الموضوع قال على ابن أبي طالب أو معاوية رضي الله عنه أمر بسبب علي رضي الله عنه في المنابر مئة وعشرين سنة كذب كذب مقبوح وإن وقع شيء من التلاس بين الطرفين فهما جميعا من المجتهدين وقد غفر الله لهم وتعجبني إجابة جميلة على السؤال الذي جاء أبو الزلد قبل قال إما مع علي وإما مع معاوية أبو زرع الرازي رحمه الله تعالى جاءه رجل قال له إني أبغض معاوية قال له ولما سبب شنو قال لأنه قاتل علي قال وي لك يا هذا فإن رب علي رحيم رب معاوية رحيم ورب وخصم معاوية كريم فما شأنك أنت إنت دخلك بنات شيء وأعجب من هذه الكلمة كلمة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما قال هذه دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا إياك تخوض في هذا إياك تتكلم بالكذب بالرواة الملفقة وبالتحريف نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنام على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله وبعد يخوانا كثيرٌ من الناس يقع في معاوية وهذا من الخطر على جميع المسلمين قال شيخ الإسراب بن تيميا رحمه الله تعالى معاوية سترٌ لأصحاب رسول الله كأنها ستارة أول ما تفتح هذه الستارة تدخل على بقية الصحابة وهذه الستارة هي البوابة التي تدخل الشيع الرافضة بوابة الكلام في معاوية رضي الله عنه وغالب ما يُأخذ على معاوية من الكذب من أعظم الأكاذيب اللي الآن بحفِّزوا بها شباب المسلمين وبيخدعوهم بها وبحولوهم لروافض أعدال الدين يقول لك معاوية رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام بيخطب في الخطبة وقال ذكر معاوية قال فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج من المسجد يعني قال من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ما تمها شايتنا ما تسمع كلام زيدة تقول أعوذ بالله معقول يا أخي زول خطبة الرسول ما دار يحضره من أعظم الكذب إن معاوية رضي الله عنه ما كان عنده أبدا ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خطب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما زوجه والحديث المشهور أما معاوية فصعلوك لا مال له خطب فاطمة بن تقيس وما زوجه كان فقير ما زوج الله في عهد عثمان بن عفان يعني بعهد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بكر وعمر في عهد عثمان بن عفان تزوج وولد له ابنه أو تزوج في عهد عمر وولد له ابنه يزيد ما زوج في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شوف الكذب ذكف أيضا يقول معاوية رضي الله عنه سمم الحسن ابن علي كذب أيضا كما قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية كذب ما صحيح ما سممه يقول ابن معاوية يزيد ابن أبي سفيان قتل الحسين بن علي كذب أيضا ما قتل الحسين بن علي قالوا قتله وسبى نساءه من آل البيت كذب كله ده يزيد لم يأمر بقتل الحسين ولم يفرح بقتله قتله ابن زياد والسبب كانوا شيعة السبب فيما قتله كانوا شيعة لأنه ابن عمه اسمه مسلم ابن عقيل مشى هناك في الكوفة ودع الحسين من المدينة رسل له رسالة قال له اطماشر ألف من الناس بايعوك على الإمامة تعال علينا جا من هناك الحسين على إن الناس بايعته على الإمامة لما نوصل فر منه كله مشيعة اطماشر ألف ما بقي معه أحد وقتل مسلم ابن عقيل وحاصر بعد ذلك الحسين حاصرته فئة باغية فقتل مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه ما قتله يزيد بعد ذلك جاء بنسائه جاب نسوانه في بيت يزيد فأكرمهن وحملهن من المؤونة وظهر البكاء في بيت يزيد ابن معاوية رضي الله عنه في داره وأكرمهن إلى أن ردهن إلى المدينة ما عمل كده لكن ده الكذب التاريخي وتشويع الحقائق وأعظم ما يوخذ على معاوية من الكذب أو من الفهم المغلوط يقول لك معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لما جاء عند الوفاء أدى الملك من بعده لابن يزيد وقالوا ليه يعطي الملك ليه يزيد يا أخوان الزولة اللي ما عنده فغه ما يتكلم يعني تمجيك مزاج كده في ناس عندهم مزاجات أنا كلمك كده سايخه تلقاه وجنبه يقعد نظر قل لك والله معاوية ما افترض يعمل كده يزول معاوية وادعمت يا ناس أزول يكون عنده وراء عنده توقى يا أخ سبحان الله معاوية رضي الله عنه فهم عالي جدا فهم محترم لما جع في آخر حياته الملك إما يترك الأمر السدى يموت كما مات من قبله خلي كده بس والناس يعينوا بعده خليفة أو إمام للمسلمين رأى معاوية رضي الله عنه أنه لو ترك الأمر بهذه الطريقة حصل من الفساد ما حصل لأنه جرب قبل كده لمن كان معوية خليفة وقتل عثمان رضي الله عنه فجأة حصل ما حصل من الشر وجوناس سيئين من الخوارج ادخلوا أفسدوا فقال أنا لو تركت الناد بهذه الصورة بحصل فساد عظيم جدا لابد أعين خليفة من بعده ده الأمر الأول طيب لماذا اختار ابنه يزيد ليه ما في ناس أفضل من يزيد نعم في أفضل منه ويزيد وإن كان فيه خير وفضل لكن عنده من السوء وعنده من المعاصي ومن الظلم ما عنده وحصل منه ما حصل لكن ليه اختار يزيد بالذات اختار يزيد لأن يزيد من قبيلتين من جهتين من جهة أبيه هو من بني أمية وبن أمية فيهم عصبة قريش يعني عصبية قريش وشدة قريش كلها في بني أمية طيب ومن جهة أمه هو من قبيلة قضاعة وهذه من أشرس القبائل العربية فرأى معاوية أن الحكم لو خرج من قريش ومن قضاعة حصل في الأمة فساد وقتل لا يعلم به إلا الله فقدر معاوية أن يدرأ الفتنة ويحفظ دماء المسلمين ويحفظ أعراضهم ويدرأ الفتنة بتولية يزيد فولى يزيد على ذلك وبحمد الله حقن الفتنة وحقن الدماء هذا فقه معاوية في هذه المسألة سكين الآن ما يتكلم ساي في الناس يتعلم مزاجيات وقول لك يا أخ خلها ذي مغراطية وخلها خلها كده بس يخي موت الناس تهلك الأمة بسبب هذه الأهوة هذا أعظم ما يؤخذ على معاوية رضي الله عنه وإلا فهو السيد الحليم في عهد معاوية كله حكم من سبع سنة في عهد عمر من الخطاب حاكم الشام كله سبع سنوات طلعتاشر سنة مع معاوية دي كم؟ عشرين سنة بعدها عشرين سنة خليفة للمسلمين عشرين سنة كان والد الشام وعشرين سنة خليفة للمسلمين قال ابن تيمية وسيرة معاوية من خير سير الولاد كان الناس يحبوه ويحترموه ما وجد واحد من المعتبرين يسب معاوية ولا يهجوه بيقصير وحدك أبداً من خير سير الولاد كان صعب سلطان وصعب فتوحات ومن أروع الكلمات التي بها أختم أن ملك الروم استغل النزاع الذي وقع بين علي ومعاوية ودخل بجيوش بجهة الشام معاوية رسل له رسالة شوف الصحابة العجيبين كيف قال له ارجع إلى مكانك وإلا سأصطلح مع ابن عمي قال ابن أبي طالب ما وادعمه ما قرشينا اللي اتنين قال له سأصطلح مع ابن عمي وأرسل لك جيشاً تهلك بعده قال له ولا أتينك فلو ضيقن عليك الأرض بما رحبت قالوا فرجع ملك الروم دي من أروع المشاهد التي في سيرة معاوية وأنا أطالب الجميع بمراجعة سيرة معاوية رضي الله عنه وإن ما يلتفت ليده كبيسي ولا غيره كبس الله عقله ومن معه ومن يؤيدونه على هذا نحن ما بي حاجة لكبيسي ما ناكسين ياخ نحن ما ناكسين كبيسي وما ناكسين غيره ألفين من الضلال مكفين وزيادة نسأل الله يرفعه عننا يجيبوا لنا كبيسي كمان لأكتل لنا ذول يسيب الصحابة ياخي البلدية كفية ما فيها من السوء اللي غل علينا الأسعار الآن نبوبة الغاز بيكم ياخي يكفينا السوء والمعاصل عندنا اللي غلت أسعارنا ونكدت حياتنا هذه المصائب اللي عندنا كفية ياخي تاني يجيبوا لنا كبيسي نكفي الديد اللهم صل وسلم وزد وبارك وانهم على نبينا محمد واعتذروا اللي طال وقوموا للصلاة ورحمكم